أيها المستمع الفطن والطالب الزكي أهلا بك في هذا الدرس الذي لا يبعد كثيرا عن سابقه حيث تناولنا في الدرس الماضي وسائل الدعوة مفهومها وأنواعها وضوابطها الشرعية الآن نقف بك على بعض النمازج من تلك الوسائل الدعوية وذلك في عنصرين أساسيين العنصر الأول نبين لك نمازج من الوسائل المعنوية والعنصر الثاني نبين لك فيه نمازج من الوسائل المادية أما عن نمازج المعنوية التي لا بد أن يقف عليها الدعية وأن يفهمها وأن يعيها وعيا تاما كي تؤتي دعوته ثمارها فإن من الوسائل المعنوية التي تعين الدعية في دعوته توثيق الصلة بالله الواحد الأحد أولها توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن هذا الطريق هو طريق حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كالتخلق بالأخلاق الحسنة التي تعرض جمال الإسلام ومحاسنة والأخلاق الحسنة كثيرة على الداعية أن يقف عندها كالصدق والجود والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم ومنها التعلم والتعليم والأخوة في الله تبارك وتعالى والتخطيط هذه أمور كثيرة لا بد أن يقف عليها الباحث وغيرها لكننا ولضيق المقام ونخرج بك عن التشتت الذهني نحدد لك وسيلتين من هذه الوسائل وهما وسيلة الصبر ووسيلة التخطيط أما عن الصبر فإن آيات القرآن الكريم قد جاءت متناولة هذا اللون من الوسائل المعنوية في كثير من صور القرآن وفي كثير من مواقف الأنبياء والمرسلين واصبر فإن الله مع الصبرين الصبر هو ضبط النفس على تحمل ما تكره والأمور التي تتحملها النفس كثيرة هناك صبر على الطاعة وصبر فيما يرجوه الإنسان وصبر على المعصية فالذي يصبر عندئذ ينال معية الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فالصبر إنما هو وسيلة من أهم الوسائل التي لابد أن يتجمل بها الداعية في مواجهة النفوس الجامحة وقد كان الأنبياء والمرسلون على هذا المعنى حيث إن الحق تبارك وتعالى يقول لحبيبه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو العزم هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والناظر في القرآن الكريم يرى أن هؤلاء سموا بأول عزم لماذا؟ لقوة ما تحملوه في سبيل دعوتهم من أقوامهم التي وصلت بهم إلى حد التعذيب والتنكيل وهكذا تعتبر هذه الوسيلة من وسائل الدعوة المعنوية فالداعية لابد أن يكون مسلحا بسلاح الصبر في مواجهة أزمات الدعوة أما عن الصورة الأخرى والنموذج الآخر من نماذج الوسائل المعنوية فهي وسيلة التخطيط ما معنى التخطيط؟ هو الترتيب والتنظيم لسلوك الدعوة حتى يصل الداعية إلى غرضه وهدفه فالداعية الذي يبدأ بتخطيط منهجه وتخطيط وسيلته والتخطيط لأداء الدعوة كما ينبغي هو داعية مفوه داعية واع مدرك لما يقول أما ذاك الذي يلجأ إلى الدعوة خط عشواء فإن دعوته ربما تأتي بعكسها فالداعية الذي يعطي لكل حالة ما يناسبها عندئذ يعتبر داعية ناجح أما ذاك الذي ربما يأتي بطريقة عشوائية وليس فيها تنظيم ولا تدقيق هذا الداعية ربما يضر الدعوة أكثر ما يقدم لها من خير وفلح وهكذا أعزاء الطلاب وإخوان المستمعين نستطيع أن نقول إن من هذه الوسائل المعنوية ما يرتقي بالداعية إلى نجاح باهر في أداء دعوته أما عن الوسائل المادية التي اصطلحنا على تقسيمها سلفا إلى ثلاثة أنواع فقلنا إن من الوسائل المادية منها ما هو فطري ومنها ما هو فني علمي ومنها ما هو تطبيقي عملي ولنبين لك عزيز الطالب هذه الثلاثة أما عن الوسائل الفطرية فمنها القول بجميع أشكاله فهناك داعية بصوته وبأدائه وبلغته وبفهمه يستطيع أن يؤثر في المستمعين وهناك داعية يؤثر فيهم بالحركة وهناك داعية يؤثر فيهم بالطريقة في النطق وطريقة القراءة وطريقة السماع يسمع ويجيب أو يسمع ويجيب عن تساؤلات تطرح أمام عينيه فهناك أسئلة تثير وهناك أسئلة تقدم حلة فعلى الباحث وعلى الداعية أن يكون ملما بهذه الوسائل الفطرية الحديث الفردي بين الداعي والمدعو والدرس والمحاضرة والموعظة العامة تحتاج إلى هذا اللون القول وكذلك من الوسائل المادية الفنية الوسائل اليدوية كالكتابة والبصرية كأدوات التكنولوجيا الحديثة والوسائل المقروئة من صحف ومجلات وكتب وغيرها وكذلك من الوسائل المادية الفنية السمعية كمكبر الصوت والمسجلة والإذاعة والهاتف والسمعية البصرية كالسينما والتلفاز وليس معنى ذلك أن كل ألوان السينما منها ما يتعارض مع الدعوة بل أنت أيها الداعية تستطيع أن تقدم مادة علمية في شكل فيلم تسجيلي وثائقي تقدم به منهجا تقدم به فهما لموضوع ما وكذلك التلفاز هناك من البرامج ما يرفع الدعوة إلى مرحلة من مراحل الدعوة لا بد أن يعيها الباحث وأن يعيها المقدم للدعوة على حد سواء كذلك من الوسائل المادية الفطرية إعمار المساجد هذه تطبيقية وإقامة الجماعات والمنظمات والجمعيات الدعوية بجميع أشكالها ما دامت هذه الجمعيات والمنظمات تعمل وفق النظام والقانون الذي يتكفله الدولة لهذه الدعوة كي تنجح نجاحا باهرة وترفع عن البلدة التي تسير فيها الدعوة بهذا النسق الصحيح كاهلا كبيرا وتنير الطريق أمام العامة والخاصة على حد سواء أيضا إنشاء المدارس والجامعات والمشافئ والمستوصفات وإقامة النواد والمخيمات وكذلك المؤتمرات الفكرية والثقافية والتوعوية كل ذلك من الوسائل المادية الفطرية